السلام عليكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم أريد أن نشارك معكم هذا الخبز الخلاط الكهربائي الذي يأتي رائع وخفيف ورتب وليس يحتاج للتلك هم ترونه خفيف جدا يأتي محمار وغزال نرى الزنقان مهم نرى المقادر والطريقة سوف نحتاج زلافة الفينو سوف نحتاج 600 مل الماء سوف نتعادل 4 كسان العنبه 150 مل الم يعني 4 كسان وكين كسان العنبه سوف نحتاج منه 3 وعندنا جزايف هنا يقدروا نزيده أو نقصه في الفورس يعني في الدقيق الابيض وفينورا هو دقيق القمح الصل الذي يكون ناعم قليلا السميدة سوف نحتاج جزايف زيت نباتيات ونحتاج قليلا السكر ونحتاج لا يريد السكر سوف نحتاج الملح ومعلقة كبيرة خاميرات الخبز إذا كان الحال سوف نضع قليلا سوف نضع سوف نضع أول سوف نضع سوف نضع الخبز الماء يكون دافي يكون ماء للبرودة ما يكون سخون سوف نضع الزلافة الفينو هذا هو العبار سوف نضع الخبز الزيت كيف تقدروا بزيت الزيتون ونضع السكر الملح لكي لا يبطل ونضع ونضع الماء بطلية ونضحن هذه المكونات ونضحنهم جيدا لمدة دقائق سوف نضع العجين البغرير الخالط ونضع القصرية ونضع الخالط ونضع الخبز لا يحتاج الخبز ونضع خفيف ونضع ونضع الملح ونضع ونضع الفورس ونضع عجين ولكن يكون عجين خفيف ونضع الخبز يحتاج مني غير أن نجمع صاف ونضع 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 الثانية ونضع غيث درجيا ونرى ونضع 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 على حسب النوعية ونضع الثانية ونضع لنسك الكعب موسيقى أفضله وضعه وضعه ملحبه وضعه أرسل وضعه يأتي خفيف عجينة قاسحة عجينة خفيفة نجعلها ترتاح وضعها في حجمها سوف نشكلها بعدها خمرت العجينة خفيفة نشكل كورات عجينة خفيفة نشكل كورات نشكل كورات حتى نحاول نجمعها نجمعها نجمع الطاوة فرشتها لما كان ندهنها ونجمعها نجمعها 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 ونحاول نقرسها نرش ونفينه والسميدة الرقيقة التي تفضل يعني الخبز لا تتخدموا فيه ستحسون بأنه خفيف ونقرسها ونقرسها في اللاطة ونقرسها ونقرسها موقعها ونقرسها ونقرسها ونقرس ونقرس الماء فمكون زوار يخرج ونقرسها ونقرسها ودخلها وعند تخítulo ونقرسه ونقرس الخبز ويقرس بدون داخل الحجم نقرس ونقرس بقرس ونقرس نضيف الماء بالطبع نضيف الماء ونضيف الماء لتعطيه مفش ويأتي تحمر ندخل الفران الذي يأتي درجة 220 درجة يكون سخون جيدا لن يقصح الخبز اللي من فوق نجعله أطيب ويأتي تحمر انتم ترون كيف يأتي نأكد لكم الخبز خفيف جدا وارطب كانت منكم تجربوه ما تنسوش جامل الفيديو اللي عجبكم وتعليق محفز وتشتركوا بالقناة وشكرا لكم الى فيديو لاحق